تكلمنا شوية عن القرآن في الحياة الطيبة خلينا ذكر حضراتكم بلمحات سريعة عايز تحيا حياة طيبة؟ نعم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين خليك دايما محسن ولا يوصلك للإحسان إنك تخاف ربنا وتتحلى بالصبر ربنا حيكرمك ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد تريد النفس أن تبلغ مناها ويقبى الله إلا ما يريد طول بالك ربنا حيكرمك إنت إنسان بتخاف ربنا وبتصبر يبقى ربنا حيرضيك إن أنت إنسان محسن رقم اتنين شفنا إن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اللي رفع الله شأنه يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم شفنا إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما تهيأت له الفاحشة قال معاذ الله دي عقيدة عقدته قوية بيخف ربنا بيراقب الله في كل شيء شوف إزاي عملا بقوله وهو معكم أينما كنتم لقمان الحكيم بيرب ابنه وابن روس صغير بيقول له يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله علموا ولدكم إن ربنا لا يغفل ولا ينام لا تأخذه سرة ولا نوم إن ربنا يعلم السرة وأخفى أربط نظر ابنك أربطه بالله أقول له يا ابني خف ربنا يا ابني أنا بنام ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم زي الستة الجميلة البنت بيعت اللبن بنت جميلة أوي أمها بتقول لها هاتلنا يا بنت الماء عشان نخلط اللبن بالماء فنبيع أكتر قال لا قالت لا يا أمي ده أمير المؤمنين نهى عن خلط اللبن بالماء قالت لا هو فين أمير المؤمنين هو عد شايفنا قالت لا يا أمه إن كان عمر لا يرانا فرب العمر يرانا إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا